اخيرا توافق اعضاء مجلس الامن الدولي على احدث بيان للمجلس بشأن الوضع في اليمن البيان لم يأتي بجديد سوى انه وثق رسميا المقترحات التي تم تداولها طيلة الفترة الماضية وتركزت حول موضوع ميناء الحديدة بيان مجلس الامن ركز على الشق الانساني في الحرب حيث عبر عن القلق البالغ ازاء خطر المجاع الذي وصفه بانه اكبر حال الطوارئ من انعدام الامن الغذائي في العالم ودع المجلس جميع الاطراف الى العمل بصورة بناءة مع احدث مقترحات للمبعوث الاممي الى اليمن والخاصة بزيادة الشحنات التجارية والانسانية عبر موانئ البحر الاحمر وحث الاطراف على التوصل الى اتفاق سريع بشأن نشر مراقبين اضافيين لالية الامم المتحدة للرصد والتحقق وزيادة قدرة جميع الموانئ اليمنية وتركيب رافعات بميناء الحديدة في الوقت المناسب لزيادة قدرة الميناء وزير الخارجية الامريكي ريكس تليرسون الذي كان يتحدث في جلسة للجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ في واشنطن اوضح طبيعة هذه الالية المقترحة لادارة ميناء الحديدة بقوله ان الحوثيين سيسلمون طوعا ذلك الميناء الى جهة ثالثة ليس السعوديين ولا الاماراتيين في الشق السياسي من بيان مجلس الامن شدد المجلس على ان مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن ذات الصلاة توفر الاساس لاجراء مفاوضات شاملة للتوصل الى تسوية سياسية للازمة في البلاد المجلس رد عبر بيانه على مطالب الانقلابين بتغيير المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ بتأكيده على الدعم المستمر لجهود ولد الشيخ من اجل احالة الاطراف الى المفاوضات وعبر عن ادانته المتأخرة ايضا للهجوم الذي تعرض له موكب المبعوث الاممي خلال زيارته الاخيرة لصنعاء ودعوته الحوثيين ومؤيد المخلوع صالح الى اجراء تحقيق كامل لتحديد المسؤولين عن الهجوم ومساءلتهم اخرج مجلس الامن الدولي ميناء الحديدة من دائرة النشاط العسكري للحكومات والتحالف بانتظار تفاعل الطرف الانقلابي مع ترتيبات تنهي خطر استمرار تهريب الاسلحة من الميناء ومنع بقائه موردا لدعم المجهود الحربي للانقلابيين